لأهمية العقيدة وعظم شأنها فمما يدل على أهميتها ووجوب العناية بها أن الغاية من خلق الخلق هو عبادة الله تعالى وتوحيده كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فبين الله تعالى أن الغاية من خلق الخلق هو توحيده وعبادته وثانيا أن الله تعالى أرسل الرسل لتحقيق التوحيد والدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذي الشرك فالرسل جميعهم من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت فدعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هي تحقيق التوحيد ولكنهم يختلفون من جهة الشرائع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وأما الأصل فإنهم قد اتفقوا عليه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية فالرسل متفقون قطعاً في أصول الدين دون شرائع الإيمان كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين الإله اختاره لعباده فبين رحمه الله أن دين الرسل واحد ثالثاً مما يدل على أهمية التوحيد أن الأعمال يتوقف قبولها على صحة العقيدة قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون رابعاً مما يدل على أهمية العقيدة أنها أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له نم صالحاً قد علمنا إن كنت لمؤمنا قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد هو وصية الرسل لأولادهم وذرياتهم كما قال عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ومما يدل على أهمية التوحيد أن القرآن كله دعوة إلى التوحيد فيجب علينا أيها الإخوة أن نعتني بجانب التوحيد عناية عظيمة وأن نولي هذا الجانب العناية والرعاية ولا سيما النشء والأولاد الصغار يلقنوا التوحيد ويعرفوا بالتوحيد حتى ينشأوا نشأة طيبة مبنية على توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته